انا اكيد ان هذه الصينية كفيرة ان تجمع العائلة كلها والاصحاب على صفرة واحدة الصينية فيها كل المكونات اللي معقول كل الاشخاص يحبوهن من معكارونا لخضرة جيش صوص ابيض واكيد غرقانة بالجبنة على الغداء او على العشاء حضروها واجمعوا فيها كل احبابكن واقترحوا علينا اسم لها الاكلة تعاوا نحضرها سوا راح نبلش بسلق المعكارونا اي نوع بتحبوه كيس من المعكارونا نصف كيلو انا كان عندي نوعين خلطهم سوا بس تستوي المعكارونا منشيله وبنجع بنفس الطنجرة منحط شوية من زيت الزيتون وننزل فوقه بكيس من الخضرة المتلجة وحطيت كمان علبة درة وعلبة فطر مقطع ومنقليهم عانر قوي حتى يبلشوا يستووا علينا منجع منغطي الطنجرة عليهم وبعد عشد اي نفتح الطنجرة ورح نملح ونبهر شوية ملح شوية فلفل اسود او بهار حلو اسود ورشة كبيرة من البابريكا ومنجع منقلبهم كمان كتير منيح مع بعض ومنجع منغطي عليهم الطنجرة ومنتركهم حتى يستووا يعني اشي عشد اي زيادة بيكونوا استووا بيكونوا صاروا جاهزين منشيلهم على جنب وهلأ بقلب صينية الفرن او بقلب بايركس الكبير تبعنا منحط اول شي المعكارونا اللي سلقناها منرجع منحط الخضرة اللي حضرناهن ومنقلبهم سوا كتير منيح منرجع منشيل الصينية منخليه على جنب منرجع الطنجرة نفس الطنجرة اللي حضرنا فيها الخضرة بمحرمي او بكليناكس بس منمسحها حتى نجهز فيها الوايت سوس حتى ما يصير لون السوس الابيض احمر واذا لاحظتوا عم بيستخدم نفس الطنجرة حتى ما نجلي كتير لانه هيك هيك كل المكونات رح نخلطه ساوه رح نحصل على طعم واحد بالنهاية والسوس الابيض معلقتان كبار من الزيت النباتة او زيت الزيتون ومعلقتان كبار من الزبدة مع ثلاث ملاعق كبار من الطحين ومنحرقهم كلهم سوا وبس يبلشوا يسخنوا رح ننزل فوقن بالحليب رح نحط لهم لتر مص من الحليب بنحطهم شوي شوي منظلنا عم نقلب حتى ما يصير في عنا اي تكتلات بالكعب كل شوي منحطهم منظلنا عم نحرك لحتى يدوب هات طحين ويختفي بقلب الحليب واختيار اذا كانت فيها عندكم فيكم تحطوا علبة من الاشطاء ومن الجامر بس منها اساسية ومنهاها الضرورية فيكم تحطوها فيكم لا رح نملح مع الاصغيرة من الملح اقل من الربع مع الاصغيرة من الارفة ورشة خفيفة من جوست الطيب ومن نظلنا عم نقلب ونحرقهم كتير منيح لحتى يبلش هالخليط يتقل عنا ويبلش يغلي عنا ما منشل ايدنا ابدا حتى ما تلزق وهيدي قطيب بشامال قطيب وايتسوس وممكن تحضروها ومنرجع حلق على صينيتنا وبلش نوزع سوس البشامال فوق الباستا والخضار اللي جهزناهن رح حط نصف كمية البشامال ومن بعدها رح اجع اوزي على الوج الاسبانيخ اللي بيجوه مش بس بيعطوا لون كتير حلو للأكلة بنفس الوقت رح يعطوا طعمي عن جدنا كتون كتير طيبة وبعد ما خلصنا كان عندي كيس نوغتز بالفريزر شويته بالايرفراير وحطيته كمان على الوج قلت لكم هاي الأكلة فيها كل المكونات اللي كل العالم ممكن يحبوهن من بعدها نجع منضيف المصة التانية من الويت سوس على الوج وطبعا اكيد ننغرق لوجها بالجبنة ما منكتر كتير جبنة شويت رشت جبنة خفيفة على الوج ورح نفوتها على الفرن فرن حامل من فوقه من تحت على أعلى درشة حرارة موجودة بس بدنا جبنة دوب تاخد لون الحلو لأنه اصلا كل شي فيها مستوي منطلع من الفرن نشوفه منظرة مع أحلى مننطلع لها شوية شيعة شطائق بس حتى ذهدها ندفي منرجع منقدمها منحطها بقلب الصحن عن جد منظرة كتير حلو وطعمتها نكاتة كتير طيبة أنتو بتقدروا تلعبوا بالمكونات بالطريقة اللي بتناسبكن أي مكون ما بتحبوه أو في شي تاني بتحبوا تضيفوه عليا بتقدروا تضيفوه أكيد جربوه أنا أكيد نحضروا تجمعوا فيها أفراد عائلتكن على صفرة واحدة وخبرونا أي مكون ممكن أنتو بعض تضيفوه زيادة علي أنا ضفطن وصحتين وألف عافية على قلبكن جميعاً